مجز الأخبار من قناة ليبيا الحدث أهلا بكم مشاهدين شنت مقاتلات صلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة عدة غارات استادفت رتلا مسلحا للميليشيات جنوب غرب البلاد وبحسب الأعلام الحربي فإن مقاتلات صلاح الجو استادفت رتلا تابعة للميليشيات الدرهابية المدومة من الغزاة للتراث في الصحراء شرق الشويرف عباح مصدر عسكري أن الرتلا الذي تم استهدافه مكون من 32 آلية تم تدميرها بالكامل قرب الشويرف كما استادفت مقاتلات صلاح الجو بالقوات المسلحة مجموعة الحجد الميليشيوي المدوم تركيا بثلاث ضربات جوية في كامبو الخمسين بالقرب من كوبر ازداد شرق مدينة مصراتة أكد مصدر عسكري بدء ميليشيات حكومة الصخيرات والمرتزق السوريين المدومين من تركيا في تلغيم منطقة ازداد شرق مدينة مصراتة بأنواع مختلفة من الألغام وعضح ذات المصدر أن عملية التلغيم تتم بشراف ضباط الهندسة العسكرية للتراك مضيفا أن عملية الزرع شملت أيضا محيط منطقة استادة وصولا إلى المدخل الشرقي لمدينة مصراتة ووفقا للمصدر فأن ميليشيات حكومة الصخيرات دخلت مرحلة زرع الألغام والمفخخات بأسلوب الجماعات الإرهابية داعش والقاعدة مؤكدا وصول عدد كبير من العناصر الإرهابية عبرت تركيا لديهم خبرة في زرع الألغام وصنع المفخخات رصد موقع إتميل رادر وصول طائرة شحن تركية جديدة إلى مطار مصراتة أضح الموقع المختص بتتبع الرحلات العسكرية فوق المتوسط أن طائرة لوكيد تابع لشركة الطيران التركية غادرت إسطنبول في مهمة جديدة إلى مصراتة أضاف الموقع الإيطالي أنه في الوقت نفسه غادرت طائرة بوينغ من مدينة قونية تركية في مهمة مراقبة قبالة غرب قبرس هذا ويستمر النظام التركي بانتهاك المجال الجوي لدول البحر المتوسط كاليونان وقبرس بالإضافة إلى انتهاك المياه الأقليمية وإرسال المرتزقة والأسلحات إلى ليبيا جدد النائب الثاني لرئيس مجلس نواب أحمد حوما رفضه التام للغزب التركي ولجلب المرتزقة والأسلحة التركية للبلاد وأكد حوما في تصريحات خاصة لقناتنا أن مجلس النواب على التواصل دائم مع المجتمع الدولي لإضاحي مدى تغول التراك في البلاد كما أضاف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن المجلسي وإيدو ويدعم القيادة العامة للقوات المسلحة على المستوى السياسي والدبلوماسي في حربها على الإرهاب رحبت قبائل ومؤسسات المجتمع المدني بالجبل الأخضر المبادرة المصرية التي أعلن عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإنهاء الأزمة الليبية مجددين دعم القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر وطلب الأهالي في بيان لهم كافة الشرفاء من المناطق الغربية الوقوف صفا واحدا بجانب القيادة العامة في حربها ضد الغزو العثماني والجماعات الإرهابية المتطرفة لمزيد من الأخبار تابعي قناة ليبيا الحدث عبر مواقع التواصل للاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وتليجرام وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق القناة عبر أجهزتكم المحمولة كما يمكنكم متابعة البث مباشرة على موقع القناة الرسمي ليبيا الحدث دوت نيت نهاية موجز في أمن الله اشتركوا في القناة